بسم الله الرحمن الرحيم بعض الناس يخافون أن يصاب بمرض معين أو بوباء معين أو بسرطان لا قدر الله أو بحادث القلق من الموت الخوف من الموت كيف نعالج هذه المشكلة هذا أولا ثانيا أيها الأحبة ما فائدة أن القرآن أكثر من ذكر الموت النبي كان يكثر من ذكر الموت لماذا؟ لابد أن هناك فائدة عظيمة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أكثر من ذكر هادم اللذات وهو الموت ويقول أيضا كفى بالموت واعظا النبي أيها الأحبة كان كل يوم قبل أن ينام يتذكر الموت عندما كان يدعو ربه يتوجه إلى الله وهو يعني قبيل النوم بدقائق يدعو ربه طبعا في البداية كان يدعو أنه يسلم نفسه إلى الله ويسأل الله تعالى يقول إن أمسكتها إن أمسكت نفسي فاحفظها فارحمها يعني الله يتوفى الأنفسة حين موتها والتي لم تمت في منامها الإنسان أيها الأحبة بمجرد أن ينام مباشرة تخرج نفسه خارج الجسد وتصبح في قبضة الله تبارك وتعالى فالنبي كان يدرك هذا الأمر جيدا كل يوم قبل النوم كان يدعو اللهم إن أمسكت نفسي يعني إذا توفاه الله وهو نائم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها لذلك كان النبي عندما يستيقظ يتذكر الموت أيضا يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور هذا دعاء ينبغي على كل واحد مننا أيها الأحبة أن يحفظه ويطبقه قبيل النوم يتذكر الموت يسلم نفسه لله نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل أن ينام اللهم إني توكلت عليك وأسلمت نفسي إليك هذه النفس كان يسلمها للبارئ عز وجل إذن هذا استسلام كامل لله تبارك وتعالى عندما يستيقظ يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور أي إليه البعث هو يبعثني يوم القيامة إذن أيها الأحبة النبي هو أسوة وقدوة لنا ينبغي علينا أن نتذكر الموت قبل النوم وبعد الاستيقاظ لماذا؟ لأن هذا يمنحك قوة عجيبة يمنحك ثقة بالله مطلقة يخفف أعباء الحياة كل يوم أنت تتصور نفسك وكأنك ذاهب إلى الله تبارك وتعالى تاركا وراءك هموم الدنيا مشاكل الدنيا المخاوف الأحزان الأمراض التعاسى الوساوس كله سيبقى وتغادر إلى الله كل يوم ينبغي أن تتذكر الرجوع إلى الله هناك آية عظيمة أيها الأحبة للأسف للأسف قليل مننا من يعمل بها يقول تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل قانت يعني خاشع متعبد يقرأ القرآن يصلي يتدبر آيات الكتاب العظيم يقول بعد ذلك يحذر الآخرة من منا يمضي ليله وهو يفكر بالآخرة ويحذر يعني الآن إذا أخبر أحدنا أنه غدا سيحدث زلزال مثلا هل يستطيع أن ينام الليل غدا ستحدث كارثة لا تستطيع أن تنام ستجلس وتفكر وتحذر وتجهز نفسك وتقول ماذا أفعل هكذا حال المؤمن كل ليلة مع الآخرة أمن هو قانت آناء الليل يعني أطراف وأوقات كثيرة من الليل ساجدا وقائما ماذا يفعل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يحذر الآخرة في حالة حذر متى ستقوم الساعة كيف سألقى الله تبارك وتعالى كيف سأواجه عملي وتصرفاتي وكلامي عندما تعرض أمامي كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا هذا كتابنا ينطق بالحق كيف ستواجه الله تبارك وتعالى وأنت تكذب وأنت ترتكب الفاحشة وأنت تسرق وأنت تنافق وأنت تظلم الناس كيف ستلقى الله هذا هو حال المؤمن أيها الأحبة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه عندما تفكر بالآخرة فإن هذا علاج لمشاكلك والوساوس والقلق والهم والتعب والاكتئاب والخوف من الموت مواجهة التفكير بالآخرة والتفكير بالموت هو أفضل طريقة للتخلص من وساوس الموت أو القلق أو الخوف من الموت أيها الأحبة هناك آية أتمنى من كل إنسان طبعا نحن مكلفون أن نتدبر 6236 آية عدد آيات القرآن كلنا مكلف بل مأمور بأمر من الله لم يقل أفلا يتدبرون سورة البقرة أو سورة الإخلاص أو سورة الفاتحة قال أفلا يتدبرون القرآن كل القرآن أم على قلوب أقفالها هذا القفل الموجود على قلبك هو الذي يسبب لك الخوف من الموت والقلق من الحياة والخوف من نقص الرزق والخوف من الآخرين ومشاكل كثيرة وهموم الحياة هذا القفل الذي وضعته أنت بنفسك بسبب عدم تدبرك لكلام الله تبارك وتعالى تأملوا معي هذه الآية أيها الأحبة أحببت أن تدبر هذه الآية وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله دققوا جيدا وتصور هذا المثال ولله المثل الأعلى أنت موظف في شركة كل الناس قالوا لك إنك ستفصل من هذه الشركة والكل يخوفك وكل الدلائل تشير أنك ستفقد عملك وراتبك والميزات التي تحظى بها فتصاب بنوع من الاكتئاب ولكن كل هذا عبارة عن كلام القرار يجب أن يوقع عليه المدير مثلا أو الوزير المختص مدام قرار فصلك من العمل لم يأذن به هذا رئيسك في العمل لم يوقع فكل هذا الكلام الذي تسمعه كلام فارغ لا قيمة له وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ يقول الأعلى طبعاً يجب أن يعطي الإذن لملك الموت ليقوم بعملي ملك الموت لا يستطيع أن يتوفى إنسان من تلقاء نفسه وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَاباً مُؤَجَّلَةً لم يقل لك توقيت مؤجل أو زمن مؤجل بل قال كتاب لماذا كتاب؟ في آية أخرى لكل أجل كتاب في آية ثالثة فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ عمرك ورزقك وتفاصيل الموت الدقيقة مكتوبة ضمن كتاب الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء ضمن هذا الكتاب الخاص بك لكل أجل كتاب إذن عندما أنا أعلم أنه لن يستطيع أحد أو لن يستطيع لا فيروس ولا وباء ولا سرطان ولا مرض أن ينهي حياتي إلا بإذن الله تبارك وتعالى ولن يستطيع أحد أن يؤذيني أو أن يضرني أو أن يفعل أي شيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى قمة الإطمئنان والسكينة والحياة الهادئة المطمئنة إذن عندما تدرك أن أجلك مكتوب في كتاب فيه كل التفاصيل الدقيقة موجودة عند الله سبحانه وتعالى ويجب أن يأذن الله قبل موت أي إنسان هناك إذن يؤخذ من الله سبحانه وتعالى قبل موت أي إنسان عندما تعلم هذه الحقيقة وتدركها جيدا ترتاح نفسيا تتخلص من قلق الموت لأن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده الله عز وجل يقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم فالموت يعني هو أول خطوة على طريق لقاء الله سبحانه وتعالى ولكن نحن طبعا الإنسان لا يتمنى الموت بفطرته يكره الموت ولكن بنفس الوقت يتمنى لقاء الله فيترك هذه الأمور بيد الخالق عز وجل كما كان يفعل حبيبنا عليه الصلاة والسلام إذن الطريقة العملية للتخلص من قلق الموت أن تقرأ آيات القرآن تتذكر وتستيقن أن نفسك بيد الله سبحانه وتعالى كل يوم يتوفى هذه النفس أثناء النوم ثم يرجعها لك حتى تأتي اللحظة التي قدر الله عليك فيها الموت حتى لو اجتمع كل أطباء الدنيا لا يستطيعون أن يؤخروا ساعة أو دقيقة أو ثانية فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أن تدعو الله بالدعاء الذي كان يدعو به النبي ربه قبل النوم اللهم إني توكلت عليك يعني على الإنترنت أكتب دعاء النوم للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الاستيقاظ واحفظ احفظ هذا الدعاء وكرره وطبقه كل يوم لأن كما يقال العقل الباطن يكون على أقوى اتصال قبيل النوم وبعيد الاستيقاظ هذه الدقائق قبل النوم وبعد الاستيقاظ مباشرة يكون العقل الباطن على اتصال قوي مع الدماغ وبالتالي أي معلومة تعطيها لهذا العقل الباطن تختزن وتطبق بشدة يعني أفضل من أي وقت ثاني لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على دعاء النوم اللهم إني توكلت عليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك إلى آخر الدعاء وعندما تستيقظ هناك دعاء للاستيقاظ أو مجموعة أدعية تعلموها أيها الأحبة وطبقوها وعلموا أن الموت بيد الله ويخوفونك بالذين من دونه تخاف من وباء أو من شخص يمكن أن يؤذيك أو من شخص يمكن أن ينهي أجلك أبدا بالعكس الله تبارك وتعالى يختار لك ما دمت مع الله ما دمت تثق بالله وأسلمت نفسك لله فالله تعالى يختار لك الوقت المناسب لنهاية حياتك هو أعلم بعباده وهو الذي يحدد مصير هؤلاء العباد كما قال تعالى وإليه المصير وبالتالي أيها الأحبة نصيحتي لكل من يعاني من مشكلة الخوف من الموت أو القلق أو التفكير بالموت أن يجلس ويشغل وقته بالقرآن الكريم وتدبر آيات القرآن وبخاصة آيات الموت كثيرة في القرآن آيات الموت أيها الأحبة لدينا برنامج اسمه إحصاء القرآن الكريم يعني عندما تكتب فقط كلمة الموت أو يميت أو يموت أو يحيي تجد الآيات تخرج لك مباشرة وتستطيع أن تتذكر هذه الآيات وتتأمل مثلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة هذه آية مثلا مثلا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيمة وتذكروا أيها الأحبة ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى عندما قتلوه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا لحظة الموت وأن يجعلنا من المكرمين عنده بعد الموت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته